أنا باحترم كل الناس في الـ MBC ولكن أنا ما تعرضت لي كان عملية تدليس متكملة الأركان أنا طول حياتي معروف في الوسط بمواقفي المحترمة مع الآخرين وإن أنا صاحب كلمة وللأسف الشديد الإخوة في الـ MBC تفاهموا ذلك الأمر بشكل مقلوب وظنوا أني وأنا بتكلم عن كسر مش كويس خالص بالمرة طبيا زي ما قالوا لي الدكاترة لما نزلت مصر أن الموضوع مختصر أو مختزل في تعويض مالي أو أنا طالب فلوس زيادة دي آخر حاجة أتكلم فيها أنا طول حياتي والناس كلها تشهد بدا لا بتاع فلوس ولا بتكلم فلوس ولا بقبل عوض يعني حتى لو كان اللي قدامي ملط ملياردير لا يمكن أن نقبل عوض على هذا ولكن أنك أنت يتقلق هتعلق دراعك أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة على أسوأ التقديرات وبعد كده دمالخ ولا شرخ بيلم بسرعة ويقنعوك بكده وتيجي تنزل مصر بعديها بيوم تكتشف أني لازم تعمل رانين مغناطيسي والرانين شكله يعني مرعب كسر مضاعف وبينك ما بين الترقوة مليمترات لو كانوا هم صدقين معايا أنا على فكرة ولا يعنيني يعني أنا ممكن أنها يعني كنت مضت لهم ولا أخد منهم أي فلوس ولكن أنك أنت تدلس علي وتضحك علي وتيتقول لي أصلاك أنت مضيت طب حضرتك أنا أنا مضيت لكن عندي الكلام اللي قاله مندوبك عن الإصابة اللي ثبت أكسه تماما في القاهرة فالموضوع يعني عدم السؤال وعدم التقدير أن يختزل الأمر في تعويض مالي أو الكلام ده لا نطب عداء ولا نبتع الكلام ده ولا يمكن أني أنا أتاجر يوم من الأيام بإصابة لي عادي لو كنا متفقين أنك أنت تكسرني مقابل يعني هل يعقل أني تجيلك رسالة يقولك أنت ماضي على أنك أنت موافع على أي أذى جسماني من اللي قالك الكلام الفارغ ده يبدو أن الموضوع بس محتاج إعادة مفاهيم في دماغ الإخوة المصريين اللي جوه الإنبسي مصر فيعني أمور أكيد كلها مواقف كلها قاعد تكون في حينها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر